بالعودة إلى عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشريين الدكتورة ألا عبدالطيف المصطفى مرحبا بك دكتور ألا مرحبا بك مرحبا بك ومشاهدين الكرام أهلا بك دكتورك كنت قد سألتك عن الاستعدادات لمليونية الخلاص ما هي هذه الاستعدادات؟ نعم منذ ما يزيد عن الشهر بعد أن اتخذ الثور طوعيا شكل الاعتصامات بدلا عن التظاهر بسبب اجتياح الوباء لمناطق العراق وخوفا على المجتمع العراقي من تسرب هذا الوباء بين ذئاته بدأنا تتواصل جهودنا بشكل مستمر مع الثور في كافة المحافظات من أجل توخيد الموطف والكلمة وأعلننا عن موعد المليونية الجديدة إن شاء الله ليسميناها مليونية الخلاص في الثلاثين من حزيران القادم الذكرى المئوية الأولى لثورة العشرين التي ضلقت ضد الاحتلال البريطاني آنذاك والتي استسمت بثمنها ثورة عراقية خالفة اشتاحت العراق من شماله إلى جنوبه نحن في الثلاثين من حزيران إن شاء الله سنخرج بمليونية جديدة لأجل اتساح كل قوى الشر التي جسمت على طدور العراقيين على مدى سبعة عشر عاما وإن شاء الله سيكون الانتصار حليف الشعب الجبار ما هي أهدافكم التي وضعتموها في هذه المليونية؟ الأهداف واضحة وكما قلناها سابقا إسقاط العملية السياسية في رمتها لا وجود لمحتل على أرض العراق مهما كان شكله ومهما كان انحداره لا وجود لميليشيات لا وجود لسلاح منطلق أبدا هذا الشعب لا يحكمه إلا أبناء الشعب العراقي وفاء لكل الدماء التي سالت على أرضه هل في مخطط لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدخول إلى المنطقة الخضراء؟ يعني موضوع الدخول إلى المنطقة الخضراء نحن كما قلنا أنه إسقاط العملية السياسية وإذا كانت المنطقة الخضراء تمثل المكان الوحيد الذي يعتصد به هؤلاء القتلة والمجرمين للشعب العراقي فصراحة نحن منذ أكثر من شهر نحاول تهديئة الجماهير وتهديئة الشباب أنه يعني خلينا نفكر بهدوء أكثر لأن خوفا حلى حياتكم الكل عزمين حلى الوصول إلى المنطقة الخضراء لإسقاط هذه الضوء طيب دكتور ألاء في بياناتكم تقولون دائما أن لحظة الزخم وساعة الصفر لم تحن بعد ما هي المؤشرات التي تدل على أن ساعة الصفر قد حانت؟ حقيقة نحن الشيء الوحيد اللي موقفنا ونسأل جماهيرنا الهدوء به هو التخلص من الوباء لا تزال بعض القراءات تؤشر أن العراق لا تزال في حالات مؤر وضائية ننتظر شهر رمضان المبارك أن ينتهي إن شاء الله ومنتظر هذا الوباء تخط حدة الأزمة اللي إليه ومستعدين استعداد تام بالعكس أصلا الشباب كل يوم ينتظرون ونلاقي تواصل من قبل شباب العراقيين أنه ليس ماذا أجلتوها إلى يوم الثلاثين يوم الثلاثين بعيد مستعدين قبلها لكن إحنا نتهزنا فرصة أنه هذه الثلاثين فتحان هي الذكرة المئوية للثورة العراقية الكبرى ثورة العشرين اللي أنهت الاستعمار وأستتها للدولة العراقية الحديثة نشكرك شكرا جزيلا دكتور ألا عبداللطيف عضوة لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشري